موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعنوين خطة سورية في انتظار التنفيذ وهدفها دعم الاستقرار في رأس العين وتسهيل عودة أبنائها من السوريان والأرمن والكرد أمريكا ترد على الانتقاد الإماراتي لقانون قيصر والاتحاد الأوروبي يعلن عدم تخليه عن مسار العقوبات قبل البدء بالانتقال السياسي في سوريا تراجع أسعار المواشي الشمال الشرقي سوريا والمربون لها الخاسر الأكبر أهلا بكم أنها فريق من السوريين إعداد خطة لدعم الاستقرار في منطقة رأس العين بريف الحسكة بعد مشاورات ولقاءات مع الجانب التركي انتهت بالحصول على وعود بدعم الخطة بشكل كامل خطة سورية بدعم تركي لإجراء إصلاحات شاملة في منطقة رأس العين التي سيطرت عليها تركيا بمشاركة الجيش الوطني إبان عملية نبع السلام العسكرية عام 2019 الخطة التي كشفت عنها لداء بوست شملت جميع المناح العسكرية والمدنية وما يتبعها من أمن وخدمات خطة تهدف إلى تسهيل الحياة وإزالة العقبات أمام الراغبين بالعودة إلى المنطقة وبحسب الشبكة فإن المشروع السوري لإصلاح المنطقة جاء عقب جولات قام بها فريق ترأسه القيادي في الجيش الوطني السوري مصطفى سيجري التقى خلالها بأهالي المنطقة من العرب والكرد ومع ممثلين عن الأقلية الشيشانية وأبناء كنائس السوريان والأرمن وعقب رسم تصور كامل للمنطقة من قبل الفريق السوري عبر الحدود بها إلى الجانب التركي وطرحها ضمن مشاورات استمرت لأسابيع وأثمرت توافقا وصف بالإيجابي في مطلع آذار الجاري حيث وعد الجانب التركي المعين من قبل الحكومة باتخاذ خطوات جريئة حيال ذلك الخطوات التنفيذية بشكل مبدئي تركزت على الملف الأهم والمستعجل وهو الجانب الأمني الذي يشكل أكبر عوائق الحياة أمام السكان الحاليين والراغبين بالعودة شبكة نداء بوست كشفت أيضا عن خطوات تتعلق بإفراغ المنطقة من الانتشار العسكري وتكليف جهاز شرطة لضبط الأمن فيها وتشكيل وحدات لمكافحة فوضى السلاح وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقوم بارتكاب المخالفات وفق المصدر المبادرة السورية ما تزال مخططا برسم التنفيذ ورغم حصوله على الدعم التركي إلا أن تحديات كبيرة تنتظره فالوضع الأمني ما يزال إلى حد ما غير مستقر حاله كحال معظم المناطق المحررة وبالحديث عن خلفيات المنطقة السياسية يزداد التحدي أهمية لجميع الأطراف فدفع المنطقة نحو الاستقرار وإنهاء التفجيرات يعد انتصارا أمنيا لكل من الجيش الوطني وتركيا والنجاح في عودة الأقليات وحمايتهم يشكل فيما يبدو أولى الرسائل التركية للإدارة الأمريكية الجديدة لأن ثم تحلفا في سوريا أكثر تطابقا مع تطلعات واشنطن من باقي الحلفاء وللحديث حول الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا السيد هشام سكيف نائب مسؤول المكتب السياسي للواء السلام من غازي عنتاب حياك الله السيد هشام في البداية خطة خاصة لماذا رأس العين أسعد الله مساءك ومساء المشاهدي الكرام مستاذ عبادة طبعا لماذا رأس العين سنتي عليها لاحقا ولكن نحب أن نؤكد أن ما كان يجري من تجاوزات كانت مرفوضة بالنسبة لقيادة الجيش الوطني والمجتمع الثورة وأكيد هي مرفوضة ومنبوذة بالنسبة للقيادة التركية مما جعل عملية التحرك ضرورة ملحة وأيضا هذا التحرك جاء بخطوة ودعم أكيد من الجانب الأقوى الأتراك وقد وضعت هذه الخطة كما أورد التقرير من قبل فريق يترأسه شخصية وطنية وحكيمة تتسب بالمتوازن وهو الأستاذ مصطفى السيجري طبعا وتم رسم مخطط كامل لكل المشاكل ضمن المنطقة أما لماذا رأس العين لأكثر من سبب لأن هذه المنطقة أولا شهدت توترات أمنية عديدة هذه المنطقة تضم طيف واسع من أطياف المجتمع السوري نحرص على أن يكونوا جنبا إلى جنب مع أخوتهم السوريين يعيشون بأمن وأمان وهذا ما كان يصيب بعد الخلل بالتنفيذ القيادة التركية رحبت بالفكرة ودعمتها ومنحت أشياء من كامل ليست مجرد خطوات على الورق أخي كريم عبادة أحب أن أوضح للجمهور الكريم أن الخطوات العملية انطلقت فعلا والفريق هو الآن يقيم باجتماعات مباشرة بابتداء من البارحة واليوم باجتماعات مستمرة منذ البارحة إذن ليست مجرد خطة على الورق سيد هشام قلت أن العملية بدأت والخطة بدأت هل هناك مدة زمنية معينة للانتهاء من هذا المشروع وأن نقول أنه أصبح مشروع متكامل على الأرض سنكون صريحين معكم ومع الرأي العام طبعا الطموح شيء وأرض واقع شيء ولكن لا تقول أن هذه الخطة ستكون إلى ما لنهاية سنقول أن هذه الخطة مددها عندما تنتهي فعلا ونستطيع تحقيق شيء ملموس على الأرض ولكن ليس إلى ما لنهاية نقول أن هذا السقف الزمني ليس مفتوحا ولكن لا نستطيع وضع مخطط زمني ضمن هذه التعقيدات ولا حتى مخطط زمني تقريبي يعني أنت تعرف المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة وخاصة الملف الأمني نقول أن خلال الثلاث أشهر الأولى نستطيع تلمس بعض الإنجازات على الأرض ولكن لدينا حالة الكثير من المشاكل قبل الوصول إلى تلمس هذه النتائج ولكن نقول أن مرحلة الأولى على ما أعتقد تحتاج إلى حوالي ثلاثة أشهر لكي تظهر نتائج عملية وملموسة لهذا العمل نتمنى قبل ذلك ونسعى أن نكون من الأسبوع الأول نقدم نتائج ولكن كي لا نضع كلاما في غير موضعه نقول أن المهمة بدأت انطلقت والآمال موجودة والطموحات موجودة نعم نتمنى والمفتوح من القيادة التركية الفريق فريق متكامل ومتناغم نعم اهتمام من الجانب التركي سيد هشام فقط لنستدرك الوقت الاهتمام من الجانب التركي قلت أنه كبير هذا المشروع كونه لقى هذا الاهتمام لماذا لا يتم تقديم مشاريع مشابهة لباقي المناطق نجاح هذا المشروع هو يعني مشجع لكي يكون باقي المناطق تنسحب بها التجربة لدينا تجربة الأبيض قد تكون تجربة جيدة والآن رأس العين أيضا تجربة وليدة وإذا إن شاء الله وتعالى نجحنا ولدينا الإرادة لذلك ولدينا الإمكانات للنجاح سيكون هناك في عفرين وسيكون طبعا دعما لخطط إعادة الحقوق لجنة إعادة الحقوق ورد المظالم في عفرين ولكن هناك أيضا خطوات أكثر عملية سوف تكون في باقي المناطق المحررة نعم نتمنى لهذه الخطة النجاح وأن يعم الاستقرار والأمن والأمان في المناطق المحررة كل الشكر لك السيد هشامس كيف نائب مسؤول المكتب السياسي للواء السلام كنت معي من غازي عنتاب تحياتي لكم سحب الجيش التركي ثلاثة نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي ونقلها باتجاه ريف إدلب الجنوبي وفاد مراسل حلب اليوم بأن المواقع التي أخلاها الجيش التركي تتوزع على مدرسة بابتو ومدرسة كفر ناصح ونقطة أخرى تقع بين بلدتي زردنا وإببين غرب حلب مشيرا إلى أنها تعد نقاطا صغيرة جدا وتم التمركز فيها مؤقتا خلال التصعيد العسكري لقوات النظام قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ردت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مقترح إماراتي يدعو لرفع العقوبات عن نظام الأسد وذلك بالتأكيد على أن ذلك مرهون بانخراط النظام بجدية في الحل السياسي وإنهاء معاناة الشعب السوري كما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا هي نتيجة لعرقلة نظام الأسد وصول المساعدات وفساده وسوء إدارته تأكيد أوروبي وأمريكي جديد لثبات العقوبات المفروضة على نظام الأسد جاء عقب محاولة دولة الإمارات فك العزلة عن النظام وانتقاد العقوبات الغربية عليه فبعد أن قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن العائق الأكبر أمام عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية يكمن في قانون العقوبات الأمريكي قيصر أتى الرد من واشنطن على لسان متحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد لموقع الحرة أن إعادة الاستقرار إلى سوريا لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا هي نتيجة مباشرة لما وصفها عرقلة نظام الأسد للمساعدات والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية المتحدث الذي لم تفسح الحرة عن اسمه اعتبر أنه يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري رد آخر جاء من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الذي أكد أن التكتل الأوروبي لن يتخلى عن مسار العقوبات قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا المستند للقرار الأممي رقم 2254 متهم النظام الأسد بعرقلة المفوضات الساعية لذلك قانون قيصر المفروض أواخر عام 2019 يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع نظام الأسد ويهدف بحسب مشرعيه إلى الضغط السياسي والاقتصادي على حكومة النظام لإجبارها على وقف الهجمات العسكرية ضد السوريين ودعم الانتقال السياسي في سوريا واحترام حقوق الإنسان وصلت قطعة شخصية يعتقد أنها بقايا ملابس أو وثيقة متعلقة بالجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين الذي أعدم شنقا في سوريا عام 1965 إلى إسرائيل من دمشق في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى الدور الروسي في البحث عن رفاته وفي أول تصريح رسمي من مسؤول إسرائيلي حول القضية قال نتنياهو في مقابلة مع قناة آينيوز 24 إن عمليات البحث عن رفات كوهين في سوريا جارية وأن تل أبيب ملتزمة بإعادة كل رفات الجنود الذين سقطوا أو فقدوا هذا ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر لم تسمه في حكومة نظام الأسد قوله إنه تم تحقيق تقدم دراماتيكي في الجهود الرامية إلى العثور على بقايا كوهين مشيرا إلى أن دمشق وموسكو على خلاف بشأن التنازلات التي يجب مطالبة إسرائيل بتقديمها مقابل المعلومات حول كوهين كما نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمقرب من المخابرات العسكرية الروسية أن نظام الأسد قدم للوحدات الروسية خرائط تفصيلية للمنطقة المحيطة بمخيم اليارموك جنوب دمشق المركز الرئيسي للبحث مشاهدنا الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل دعما للنازحين مجموعة من عوائل معتقلين في سجون نظام الأسد ينفذون نشاطا خيريا في عفرين شمال سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في نشرة اخبار المساء من قناة حلب اليوم قال تجمع احرار حوران ان مجهولين اغتالوا النقيبة عامر خليل سعيد من مرتبات الفرقة الرابعة التابعة للنظام على طريق المزاريب اليادودة بريف درع الغربي وفي سياق منفصل قال تجمع احرار حوران ان العشرات من اهالي بلدة انباطنة في ريف القنيطرة الاوسط اغلقوا طرقات البلدة واضرموا النار بالاطارات على خلفية اعتقال قوات الاسد لشابين من ابناء البلدة ومعنا محمد السعيد مراسلنا من درعى محمد في البداية بعد مقتل الضابط من قوات النظام كيف تبدو الاوضاع في المنطقة نعم السلام عليكم لك وليجميع المشاهدين حياتنا المنطقة الغربية من محافظة درعى دنفارا امني اعتقال ضابط بلطمة ملازم من مواثبات الفرقة الرابعة السابعة للنظام يوم امس في بلدة المزاري على يد مجهولين حيث قامت الفرقة بتعزيز حواجزها المنتشرة في المنطقة وكتبت من تطقيقها على السيارات والمارة عن طريق التفتيش وطلب الضغط الشخصية نعم اذا كان هناك تضييق امني بشكل او باخر بالانتقال محمد الى القنيطرة كيف تبدو الاوضاع هناك وهل لا تزال الطرقات مغلقة ايضا نعم شهد بلدة امضاط اليوم اغلاق لبعض الطرق بالاطار المشتعلة مطالبين بالافراج عن شابين كانت اعتقالهم على يد قوات النظام من داخل البلدة وتشهد البلدة الان حالة من الهدوء بعد ان تم بتح الطرق من خبل بعض الرجال البلدة نعم مراسلنا من درعى محمد السعيد شكرا جزيلا لك تراجعت اسعار المواشي في مناطق شمال شرقي سوريا بشكل واضح نتيجة استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف وقلة المراعي ما ادى لضعف القوة الشرائية وتكبيد المربين خسائر اقتصادية نتيجة ارتفاع الاسعار وقلة المراعي خلال الموسم الحالي والى جانب الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الاعلاف يشهد قطاع تربية المواشي انخفاضا كبيرا في اسعاره منذ بداية العام الجاري الامر الذي ادى لاصابة الثروة الحيوانية لخسائر اقتصادية كبيرة هنا صار اسباب ارتفاع المواد العلافية كلياتها قلة نزول المطر وارتفاع الدولار والحلال ارتفاع سعر الحلال وتسكير الطرقات هي اللي اكثر شيء رفعت الاسعار لمن ما يجزي مواد اللي جاي ترتفع الاسعار الموجودة واحتكار التجار للمواد والسنة سبحان الله يعني المطر ما ايجا تامشان الغنم يصير لها مراعي شوية تقف على العالم تقوم ترى على الغنم شيء تطلع برا على الظهار زاد ما بي وكلها انكربت وخالصة وما بي ما بيعشب حتى ذا انكربت ولا ما بيعشب يعني وين تروح الناس بحلالها بحسب مربي المواشي فقد وصلت اسعار الشعير الى نحو 700 ليرة سورية للكيلو الواحد بعدما كان بحدود 400 ليرة نهاية العام الماضي ما دفع الكثير منهم الى بيع بعض المواشي وذلك باسعار متدنية بغية شراء الاعلاف للمواشي المتبقية يوم ما في مساعدة للثروة الحيوانية خالص الثروة الحيوانية تحطمة زراعة ما فيه لانه ما زوت مع منطولنا ما زوت يكفي مشان الزراعة حتى الزرع ما ما ظلت مساعدة للثروة الحيوانية خالص القنم هذي اتفرج عليه ميتة يعني الحلال هبار شرياء ما فيه اللي بده يشتري زاد بده يتبربك بالعلف ما عند حدا يقدر يشتري ولا حدا يقدر يبيع هلا انا جاي بصال ثلاثة ايام انزل بيهن ادور بس حدا يسومن ما حدف عليه سومن اذا خسائر بالجملة طالت مربي المواشي هذا العام فاجمالا يعاني قطاع تربية الحيوان شرق سوريا من صعوبات عدة لعل ابرزها وفق المزارعين صعوبة التسويق بسبب ضعف قدرة المدنيين الشرائية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية ومن شرق سوريا الى شمالها فقد ادى غياب الخدمات في معارة النعسان بريف حلب الغربي لدفع الاهالي مطالبة المنظمات لتحسين خدماتها مرسلنا خلف الجمعة والتفاصيل العودة الى البيت وان كان حطاما حلم لكل نازح هذه العودة تتطلب ظروفا مناسبة تمكن العائدين من العيش في قراؤهم بشكل طبيعي خالد عاد الى بيته في معارة النعسان ولكن ما عم وجود عننا شيء لا نظافي لا خبز لا مستوصف ما في مي صارج المي حقه 35 اربعين ليرة نحن هنا في تقريبا حوالي 500-600 عائلي هنا المنظمات لا يوجد إيجابي استجابي لهم يعني يقولون انه هون خطنار الماء والخبز اهم ما يطالب سكان البلد بتأمينه الفرن بحالة جيدة ويحتاج الى الكلفات التشغيلية فقط ليبدأ انتاجه اما عن اقرب نقطة طبية فهي على بعد 10 كيلومترات من البلدة قرية معارة النعسان تفتقل لجميع الخدمات الانساني والاغاسي وهي قرية متجاهلة من جميع المنظمات الانساني والجمعيات الخيري حيث ان المنظمات والجمعيات تتبنى قضية الامن والسلامة وبحجتها ما بيجعل عنا عضيعة على الرغم من قرب البلدة من خطوط التماس والدمار الكبير الذي لحق بها جراء القصف الا انها تشهد مظاهر الحياة الطبيعية لمئات العائلات التي فضلت الحياة هنا على السكن في المخيمات مجلس البلدة اكد تواصله مع عدة منظمات لتختيم البلدة لكن دون استجابة ما يقارب الالفين السمام من سكان اصليين ونازحين يشكون ضعف الخدمات هنا في بلدة محرة النعسان في ريف حلب الغربي المنظمات الانسانية غائبة عن القرية بسبب قربها من خطوط التماس خلف جمعة حلب اليوم ريف حلب الغربي ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في مدارس مناطق سيطرة النظام خلال الاسبوعين الماضيين بنسبة مئة بالمئة وخاصة في محافظات دمشق وريفها واللاذقية بحسب مديرية الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية في حكومة النظام وقالت مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي ان اصابات كورونا المسجلة في جميع المدارس منذ بداية الفصل الثاني كانت تتراوح بين 20 الى 24 اصابة اسبوعيا لكنها ارتفعت بعد 25 من شباط الماضي الى 44 اصابة اسبوعية اعلن مركز تداوي الطبي في مقر ميليشيا لواء القدس حالة الطوارئ في مخيم النيرب للفلسطينيين بمدينة حلب بسبب تفشي كورونا في مدارس المخيم بحسب مجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا واشارت المجموعة انه الى جانب تأكيد اصابة عشرات الطلاب بالفيروس فان 55 طالبا في شعبة صفية باعدادية عكا واكثر من 10 حالات من ثانوية مصطفى ابو دوبسة للبنات يشتبه اصابتهم بالفيروس ايضا نظم فريق عائلات من اجل الحرية نشاطا لعائلات المعتقلين في سجون النظام بمدينة عفرين شمال حلب يقوم على طهو الطعام المحبب لدى معتقليهم وتوزيعه على النازحين في احد المخيمات تحضر ام على اقراص الكبة وتعتني بحشوها جيدا كما يفضلها ولدها المعتقل في سجون النظام السوري فريق عائلات من اجل الحرية نظم نشاطا بمدينة عفرين شمال حلب حيث يقومنا امهات وزوجات المعتقلين بطهو المأكولات التي كان يفضلها معتقليهم وتجهيزها لتوزيعها على احد المخيمات وانا كتير فرحانة انه في حدا انه زك يعني عم يتذكر انه في ناس انه موجودة بالمعتقل في حدا عم يتذكرهم في حدا عم بيحب يعمل لهم شغلات نحن اهلهم يعني من انبسط لما هيك يعني انه عملنا اكلة بنعرف انه ابني مثلا بيحبها جوز الاخت مثلا بيحبها اخوالي الاخت مثلا بيحبها هذا شي بيصرنا وبيساعدنا كانت فيه لما كتير حلوة رجعتنا هيك لما قبل السورة كان فيه كل واحدة عم تحكي كيف كانت تطبخ كيف كانت تعمل نشاط كان كتير كتير حلو بتمنى انه دائما هيك الله يقويهم يا رب يقدروا هيك يرسموا هاي البسمة اللي رسمونا اياها حضر النشاط ذوي المعتقلين من مختلف مناطق الشمال السوري وتم تحضير اصناف متعددة من الوجبات التي اعادت ذكر المعتقلين وجمعت اهلهم على طاولة واحدة للطهو واستذكار ما كانوا يحبون لتكون الفرحة الاكبر بان يأكل من هذا الطعام مستحقية نحن عائلات من اجل الحرية فريق الداخل طبعا عنا نشاطات شهرية النشاط شهر الشباط هو عبارة عن طبخات بيحبو المعتقلين طبعا عدد من السيدات زوجات واخوات المعتقلين كل واحدة حددت طبخة كان بيحب المعتقل ابناء وزوجة اليوم عملنا النشاط كل واحدة طبخت طبخاتها ورح ناخدها لمخيم نوزعها طبعا هو دعم نفسي للعائلات ولأسر المعتقلين من ناحية ومن ناحية ثانية لفت نظر العالم لقضية المعتقلين في سوريا دعوات بفك أسر أقربائهم تلقاها ذوي المعتقلين من سكان المخيم قُبلت بدعوات لعودة المهجرين لمنازلهم فيما تكتمل الفرحة بتحقيق الأمنيتين توزيع هذه المأكلات على أهالي المخيمات والتي بذلت أمهات وزوجات المعتقلين جهدا في تحضرها ترك شعورا وانطباعا إيجابيا في نفسهم مجد العمر حلب اليوم عفرين فرج الله عن المعتقلين السوريين وجبر قلوب أمهاتهم مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة لمزيدا من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبتوديي تيفي دوت نت هذه تحيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر